طائرة مسيرة تسقطها قوات الدعم السريع في السودان مقطع فيديو يبدو عادياً في بلد تمزقها الحرب منذ إبريل الماضي لكنه مع ذلك أثار جدلاً واسعاً بعد أن تبين أن المسيرة إيرانية الصنع من طراز مهاجر ستة وفق ما أفاد مختصين لوكالة بلومبرغ ثلاثة مسؤولين غربيين أفادوا أيضاً للوكالة بأن إيران تزود فعلاً الجيش السوداني بطائرات موسيرة وأن الجيش استقبل شحن من طائرات مهاجر ستة كما أظهرت صورة أقمار صناعية التقطت في التاسع من الشهر الجاري للطائرة في قاعدة وادي سيدن الجوية شمال العاصمة الخرطوم مقطع الفيديو وتصريحات الخبراء أعادت الجدل بشأن دور إيران في تغذية الصراع في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وزارة الخارجية السودانية كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي أن الخرطوم وطهران استعادت علاقتهم الدبلوماسية رسمياً بعد قطيعة دامت أكثر من سبع سنوات بسبب اقتحام السفارة السعودية في طهران ويرى خبراء أن عودة العلاقات بين السودان وإيران تأتي في إطار خطط الجيش السوداني للبحث عن العتاد الحربي في ظل العقوبات الخارجية المفروضة على السودان التي حتمت عليه أن يبحث عن مسارات جديدة في علاقاته الخارجية في المقابل تسعى إيران وفق خبراء للاستثمار في حالة الهشاشة التي يعيشها السودان بسبب الحرب لتوسيع نفوذها في ساحل البحر الأحمر بما يضمن حماية حلفائها في اليمن وتستخدم طائرات مهاجر ستة في الضربات الاستطلاعية وهي مجهزة بأربعة صواريخ موجهة بالليزر يبلغ وزنها الإجمالي أربعين كيلو جراماً وهجماتها موجهة بشكل خاص ضد العربات المدرعة أو مستودعات الأسلحة ولمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن كاميرون هيدسون مدير الشؤون الإفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي وكبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أهلاً ومرحباً بك سيد هيدسون مسيرة إيرانية الصناع تظهر في الأجواء السودانية هل يعني ذلك أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية وفي هذه الحرب القائمة في السودان؟ لست أدري إن كنت سأصل إلى هذا الحد أما ما نراه فهو قوات الجيش السوداني والحكومة الإيرانية تقتربان فقد حضروا اجتماعات منظمة عدم الانحياز مؤخراً ونعرف عن لقاءات عالية المستوى بين البلدين خلال الأشهر الستة الماضية مما أدى إلى مبيعات هذه المسيرات وربما أيضاً أسلحة أخرى لا نعرف عنها والتي يمكن أن تقدم إلى هذا النزاع يسأل البعض لماذا يحدث ذلك فنحن نرى بأن الجيش السوداني معزولاً دولياً ولا يحصل على الدعم الدبلوماسي أو الدعم العسكري الذي تراه قوات الدعم السريع وعلى الجيش لمواجهة هذه العزلة عليه أن يتوجه إلى من يستضيفه وفي هذه الحالة هي إيران وهل تستغل إيران برأيك مثل هذه الحالة حالة العقوبات حالة الهشاشة حالة عدم التعامل مع الجيش السوداني وبالتالي هي تريد أن تملأ هذا الفراغ أظن أن الجيش السوداني محصور في الزاوية في هذا النزاع قد خسر الكثير من الأراضي ولا يحصل على الدعم بنفس القدر الذي تحصل عليه قوات الدعم السريع مثلاً من الدولة الإمارات العربية فللجيش السوداني خيارات قليلة إن شاء أن يبقى في هذا القتال عليه أن يعاود تسليح نفسه وأن يأخذ الأسلحة التي توفر له ميزة تكتيكية في الميدان طيب وبالتالي كيف يمكن أن يتأثر قلت بأن هناك دعم لقوات الدعم السريع من أطراف أخرى هذا الدعم من قبل الجانب الإيراني على ما يبدو وفقاً لهذا الفيديو على الأقل وأن هناك مسيرات يتم الحصول عليها من قبل إيران كيف يمكن أن يغذي ذلك هذا الصراع كيف يمكن أن يؤثر على المشهد السوداني نعود إذن مرة أخرى إلى ضيفنا من واشنطن سيد كاميرون هيتسون مدير الشؤون الإفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي وكبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أهلاً ومرحباً بك ضيفنا وسيد هيتسون وربما نسأل عن ما الذي يعنيه أن يكون هناك نفوذ إيراني في السودان في هذه المنطقة المشتعلة على حدود البحر الأحمر بالقرب من باب المندب بالقرب من الحوثيين الذين تدعمهم أيضاً بطبيعة الحال إيران هذا يمنح إيران نفوزاً من الجهتين للبحر الأحمر وأعتقد بأن هذا خطير على المصالح الغربية في المنطقة إن تمكنوا من السيطرة على النزاع في السودان ويمكن أيضاً أن يسيروا حركات الحوثي في البحر الأحمر هذا يقوي من موقف إيران في البحر الأحمر وأيضاً قد تسج إيران بواشنطن في نزاع القائم في السودان واشنطن التي بقيت واقفة جانباً خلال السنوات الماضية فهذا سيستدعي من واشنطن أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً فكلما خرطت المنطقة في هذا النزاع وهذا النزاع سيتسع ليخرج عن نطقه في البحر الأحمر وإلى الخليج العربي وإلى منطقة الساحل كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة؟ قلت بأنها ربما تزج في واشنطن في هذا الملف وفي هذا الصراع كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة؟ مع هكذا نفوذ؟ مع هكذا تواجد إيراني؟ لربما تراه الولايات المتحدة مزعزع أظن أن المشكلة تكمن فيما يأتي كان يجدر بواشنطن أن تكون في موضع لدعم الجيش السوداني وقد أعلنت بأنها لا تريد أن ترى قوات الدعم السريع تربح الحرب في السودان أعتقد بأن الترتيبات العسكرية للجيش السوداني مع إيران تجعل من المستحيل على واشنطن أن تلعب دورا داعما لجيش السوداني إن اعتقدت واشنطن بأن الجيش السوداني يتعاون مع الإيرانيين للأسف لا أرى أن هذه التطورات ستزيد من الإنخيرات الدبلوماسي والعسكري الأمريكي دعما للجيش السوداني أعتقد أنه علينا أن نعمل عبر الحلفاء في المنطقة المصريون والأتراك والسعوديون وغيرهم من أجل حصر هذا النفوذ الإيراني في السودان يكون محصولا جدا جئت على ذكر الحلفاء ونحن نتحدث عن المصريين وعن السودانيين عفوا عن السعوديين على طرفي البحر الأحمر بالقرب من السودان كيف يمكن بالفعل لتواجد إيران في هذه المنطقة أن يكون له تأثير على هذه العلاقات وكيف لهذه الدول أن يكون لها دورا في مثل هكذا تفاعلات لسنوات طويلة رأينا دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية ودولة إبارات عربية تلعب دورا حاسما في السودان سياسيا والآن عسكريا طبعا الإمارات تدعم قوات الدعم السريع وأظن مع زيادة انخراط الإيراني سنرى هذه الدول أيضا تنقرد أكثر ربما تدعم الطرف الآخر ولكن هذا من شأنه تعقيد الأمور والتوتر القائم في السودان ويجعل من هذا الصراع صعب الحل إن الطرفين رفضا الحديث والتحاور ويحصلون على الأسلحة الجديدة من أطراف خارجية فسيصعب الطريق الدبلوماسي إلى الأمام طيب دعنا نتحول إلى النقطة التي لربما تكون هي الأكثر تعقيدا القرب من إسرائيل إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مقلق بالنسبة للولايات المتحدة وطالب أن إيران تتواجد بهذا القرب وهي تدعم الحوثيين الذين يطلقون صواريخهم والذين يقطعون حركة السفن التي تصل إلى إسرائيل مرة جديدة أؤكد على أن الوضع الحوثي بالنسبة لارتباطه بالملف الإسرائيلي هو مسألة مختلفة لا أعتقد أن واشنطن ستسمح بسياساتها تجاه إسرائيل أن لا تكون أولوية وأن تتفوق على سياساتها تجاه السودان والبحر الأحمر هناك مصالح لواشنطن في السودان واليمن ليس مثل ما لها في إسرائيل ليس هناك أي إشارة الآن بأن واشنطن مهتمة بالتخاصية سمختلفة تجاه الصراع في غزة من أجل تفادي سوء الأمور في السودان أو اليمن سنستمر بتسخير الموارد العسكرية البحرية في البحر الأحمر وبالنسبة للسودان لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستنخرط أكثر ربما قد تطلب من الآخرين مثل السعودية والأترال بأي خارج ولكن لا أرى أن واشنطن ستنخرط أكثر في هذا الصراع السودان شكرا جزيلا لك كاميرون هيدسون مدير الشؤون الإفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي وكبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية شكرا لك